السلام عليكم ورحمة الله ومعكم سيء او سيء رأي مقطع تحديات جديد تحديات الأسبوع الاول من سيزن 9 ان شاء الله ما كنت اخرت كثير لاني كنت فاتح بث على تويتش الاول مرة ورابط بيكون في الوصف لاني ان شاء الله رح اكمل على البحث بشكل مستمر ورح يكون في بطولة قوية ومتجمع بكرة بعد صلاة التراويح في السعودية روحابين تتابعوا بشوفت عدد كامل كل تحديات الأسبوع الاول وبعدها مكان نجمة سرية الخاصة بالأسبوع لا تزال لايك على المقطع وخليكم مع التحديات في البداية ما فيه اي تحدي تقدر تسوي في البلاي جروند او الكرياتف وتقدر تسوي التحديات في باقي الاطوار والتحدي الاولي لمعنى بيكون تحدي مراحل سهل كثير وبيكون مرحلتين بالضبط وفي المرحلة الاولى في القيم الاول قم باستخدام النفق الهوائي الموجود حول نيو تلتت مرة واضح لازم تروح لخريطة تلتت الجديدة وعلى طول استخدم النفق الهوائي الموجود عن تلتت وتكون أخلص اول مرحلة وفي المرة ف real قم باستخدام النفق الهوائي الموجود حول ميجامول ميجامول الاي هي ريسل جديدة وانزلها هناك وتلاقي النفق الحوائي الحوالى الخريطة استخدم النفق نقص دعونا الاول تحدي القم بزيارة مراكز السماء السبعة التحدي سهل وتقدر تخليصها في جيم واحد وعادي في كثير من جيم ولازم تزور مراكز السماء الجديدة اللي طلعت وقتل خريطة ما رح ضعبك تكون مروح لمكان لمكان قدامكم من صورة فيها لماكنة سابعة اللي لازم تروحون لها زوروا لماكن هذه في جيم واحد أو في أكثر من جيم وبين حسب لكم من تحدي بتذكروا لازم تروح للمراكز السماء من فوق لو رحت لتحت ممكن ما يحسب لك الزيارة التحدي ثالث التحدي اللي لديها شوية تحف قم بحاول السلاح ذهبي واحد في خمس أجام مختلفة المطلوب أنك تدور على السلاح ذهبي مثل السكارة ذهبي الديقل أو أي شي ثاني أهم شي يكون باللون الذهبي وتشيله ولو سويت كذا خمس مرات بس في خمس أجام مختلفة يعني كنت تلوت ولقيت سلاح ذهبي وشلتها ورحت قام ثاني وثالث وسويت نفس الشي خمس مرات فرح نحسب لك التحدي أصحكم تروح لدروبات لأن مية بالمية بطلع لك سلاح ذهبي في الدروب أو ممكن تحاوتك تلاعبين كثير لما تلاقي واحد من سلاح ذهبي التحدي الرابع تحدي متوسط أو شوي صعب قم بحد الضربة أو تدميج اللاعبين بجموع ميتين بعد عشر ثواني من استخدامك لقمبلة الشادو ادخل لأي طور معدل بلاي جروند والكرياتف أنا داخل الكرياتف عشان أشرح لكم واللي لازم نسوي أنك تستخدم قمبلة الشادو وبعد ما يروح المفعول عندك عشر ثواني دمج فيه اللاعبين اللي ضدك أي دمج نسوي في هذه العشر ثواني رح نحسب لك في التحدي لما تجمع ميتين دمج يعني لو لقيت قنابل الشادو شيلهم معك على طول ولو شفت لعب ستخدم قمبلة الشادو قرب منه وحاول الدمج بسرعة وظل عيد الحركة اليما تجمع ميتين دمج ونكون خلصنا التحدي التحدي الخامس مره مره سهل قم بفتح سبع صناديق بالمجموع في مدينة لكي لاندينك أو لوت ليك التحدي قديم ولازم بس نصاري تروح لمدينة لكي أو البحيرة لوت ليك وتفتح صناديق لوت العادية لو سويت كذا فتحت سبع صناديق في جيم واحد أو في أكثر من جيم فكذا بتكون خلاص التحدي وانصحكم تجو شوي عشان ما يكون في زحمة في هذا الماكن لان بتلاقوا كثير ناس ينزلوا عشان يخلصوا المهمات التحدي ساز قم بقتل ثلاث لاعبين باستخدام الأسلحة الي فيها سكوب وأول شي ثلاث لاعبين عادي تقتلهم في جيم واحد وعادي في أكثر من جيم ثاني شي أسلحة السكوب هي السنايبر الكاتم السنايبر الهيبي السكوب الـ AR كان في أكثر بس شارل الحرارة والمسدسة الي بالسكوب المهم مشي لأي واحد من الأسلحة الثلاثة وحاول تقتل فيها اللاعبين وانصحكم تروح لطور تيم رمبل أو الأطوار الجانبية ولو قتل ثلاثة بالمجموع فرح نحسب لك التحدي التحدي السابع والأخير وبعده منشوف مكان نجمة سرية معنا تحدي مراحل غريب شوي وبيكون ثلاث مراحل وانصحكم تروح لطور تيم رمبل في التحدي المهم في ثلاث مراحل يعني بتحتاج ثلاث أقيام ومرحلة في كل جيم وفي المرحلة الأولى في القيم الأول قم بتدميج اللاعبين اللي ضدك من مجموع 300 من علو وطبقتين لازم تكون أخذ الـ High Ground على اللاعب اللي ضدك وتكون أعلى منه بجدارين وتدمجها مجموع 300 وعادي في أكثر من جيم وعلى أكثر من لاعب المهم أنك تجمع مجموع 300 دمج وانت أهلا بطبقتين من أي لاعب المرحلة الثانية نفسي شي بالضبط بس هل مرة لازم تكون أعلى من اللي ضدك بأربع طبقات يعني أربع جدرانة واكثر ومجموع دمج 200 بدل 300 المرحلة الثانية والأخير نفسي شي بالضبط لازم تكون أعلى من اللي ضدك بـ 6 طبقات وتدمجها مجموع 100 دمج بس يعني لاعب واحد بالكثير مثل ما قلت لكم نروح لـ 3 يا مرامبل وخذوا أي High Ground وبيكون تحدي مرة سهل والنجمة السرية الخاصة بالأسبوع الأول بنلاقيها قريبة من خريطة اللون للوج وقدام البيت المهجور بالضبط روح على علامتي ولو هناك مخلط كل تحديات الأسبوع الأول فلازم تطلع لك النجمة 100% بتلاقيها على علامتي هنا بالضبط شي للنجمة والفايدة منها أنها ترفع كتير كامل في البتل باس لا تزيل لايك على المقطع والشاركة لو ما شاركته رابط للسويش بيكون في الوصف أشوفكم في مقاطع الجاية ومع السلام اشتركوا في القناة